موسيقى صباح الخير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما ببرنامجكم يوم جديد هذا البرنامج الصباحي اللي بيطل عليكم كل يوم عبر النافذة الصباحية الأردنية من استوديوهات التلفزيون الأردني منحكي اليوم كل طلاب الثانوي العام أكيد ألف ألف مبروك لكل الناجحين والطلاب اللي ما حلفهم الحظ أكيد في المرات القادمة رح يكون فيهم حضوض أقوى وبمناسبة الحديث عن التعليم أكيد اليوم فقرتنا رح تكون عن صرح تعليمي وأكاديمي مهم ومؤثر في الصحافة وفي الإعلام الأردني معحد الإعلام الأردني هذا المعحد اللي بيشكل نواة لتشكيل جيل من الشباب الإعلامي المتميز اللي أكيد رح يرفض الساحة الإعلامية الأردنية بهذا الجيل ويحاول يغير بمفاهيمنا الإعلامية للأفضل أكيد ولتطور مجتمعنا أكيد مش رح أطول عليكم كتير ضيفنا اليوم رح يكون عميد هذا المعحد الأستاذ الدكتور محمد المومني صباح الخير دكتور صباح الخير أخي عوني أهلا بيك أهلا وسهلا بيك في الأستوديو اليوم وطبعا يعني أنا بشرفني تكون معي اليوم كونك كنت دكتوري أيام المعحد ونحن الآن على أبواب الاحتفال بالذكرى الثالثة لاستقبال الدفعة الأولى بشهر شباط شو بتحكينا عن هاي الذكرى الحقيقة احنا سعيدين أنا أول شي سعيد بوجودي الحقيقة في هذا البرنامج المتميز والرائد وأيضا بوجودي معك أخي عوني الحقيقة احنا فخورين جدا ونعيش هذه الأيام في معهد الإعلام الأردني أيام مليئة بالذكريات نشعر بالفخر حقيقة بهذا المنجز الذي نعتقد أنه متميز والحقيقة نحاول جاهدين كلنا من أعضاءها أكاديمية مجلس إدارة وأيضا من خلفنا رؤية سمو الأميرة ريم علي طلاب إداريين جميعنا نسعى الحقيقة لأن نحقق ونبني مؤسسة أردنية تعليمية رائدة تقدم نموذجا مختلفا بالتعليم النوعي الذي يتماهى مع المستويات العالمية للتعليم المتميز وأيضا نحاول أن نقدم نموذجا تدريبيا يضيف نوعيا إلى المشهد الإعلامي والمشهد الصحفي في الأردن وفي المنطقة لم يكن الهدف في أي لحظة من اللحظات أن نقدم برنامجا عاديا نريد برنامجا تعليميا متميزا نريد ماجستير في الإعلام الحديث ينافس ويتماهى مع المستويات والمعايير العالمية في الصحافة خاصة أن منطقتنا وبلدنا الحقيقة بحاجة لهذا الجهد بحاجة لمؤسسات تعليمية بحاجة لصحفيين من نوع متميز ومن نوع مختلف يراعوا الدقة يراعوا المهنية يراعوا المسؤولية في أداءهم الإعلامي سيما وأن الإعلام الحقيقة شيء في غاية الأهمية في القرن الواحد والعشرين هذا هو من التحديات الكبرى التي يواجه المجتمعات الآن وأيضا من الأدوات الهامة التي تضيف للمجتمعات تضيف للحوار في المجتمعات تضيف للنقاش السياسي والنقاش الاجتماعي في المجتمعات هذا ما نحاول أن نفعله في معهد الإعلام الأردني والحقيقة يعني إن شاء الله أن جهدنا سوف يستمر بأن يصب بهذه الاتجاه أكيد دكتور يعني في اليومين الماضيات كان في شغل على تقرير من اشتغلنا مع طلاب المعهد على المعهد ورجعتونا لذكريات المعهد والدراسة وأكيد أستاذ جوم عصمادي الآن يريد نشوف التقرير اللي عملنا في معهد الإعلام الأردني ليتعرف المشاهدين أكثر على هذا المعهد الإعلام والصحافة لهم دور مهم جداً في مجتمعنا وبكل مجتمع صراحة فهو طريق رائع أنه بيخلي المواطن أو الناس بيحكوا قصصهم فأحنا كثير يعني بحاجة أنه بيكون في دايماً استثمار في التعليم والتدريب الصحفين والإعلامين بمستوى عالي جداً عشان منشجع كمان تغطية القضايا المحلية كهيئة تعليمية وكطلاب والحمد لله راضونا عن هذه المرحلة التي انقطعت هذا لا يعني أننا لم نجري لم تجري الإدارة ونحن كهيئة تعليمية وكطلاب بعض التغييرات التي تتناسب مع الأوضاع المستجدة في الصحافة إذا كان يعود هذا الأمر إليه وإلى البرنامج في شكل عام من ستة شهور بلشنا إحنا بالمعهد وطبعاً أكيد أضاف المعهد خبرة كبيرة في كثير من المجالات بالنسبة للصحافة إن كانت مطبوعة أو في مجال التلفزيون والراديو كاميرا 2 بان لفت شوي كيو معهد الإعلام قادر إنه هو يسقط ويأخل مهارة الشخص حتى وإن كان ممارس لمهنة الصحافة من قبل كخبرة أضاف ليها المعهد هي على الصعيد الأكاديمي وعلى الصعيد العملي يعني ناحيتين مرتبطات كثير مع بعض أهم ما سمعته عن المعهد وأهم ما جربته في المعهد خلال فصل دراسي كامل كان إنه الدراسة التطبيقية كل إشياء تم تعليمه بتم تطبيقه مباشرة على أرض الواقع وبطريقة مهنية عالية المعهد الإعلام بيتمنى إنه بيساهم بده يساهم بهذا المجال إنه بيساعد بيتدرس وبيدرب الصحفين بمستوى عالي هذا دور المعهد الإعلامي إنه بدنا منساهم في هذا المجال إنه منقدم أحسن تدريب وتعليم للصحفين اللي منقدر منقدم يعني دكتور على أرض الواقع جهد واضح ومختبرات استوديوهات وبالمناسبة يعني نشكر الزملاء الصحفيين اللي رح يتخرجوا كمان ست أشهر محمد سامي علوان وعلى الشمع اللي ساعدونا وفعلا هم كانوا بمستوى فريق تلفزيوني متطور يعني هذا الدمج بين الخبرة الأكاديمية والخبرة العملية اللي سمعت المعهد وتميزه في هذا المجال شو بتحكي عنه دكتور مونان هذه الحقيقة من ميزات المعهد الأساسية هذا مش رأينا إحنا بس أيضا العاملين في الإعلام على المستوى الإقليمي منهم الأستاذ الدكتور نبيل الخطيب اللي هو رئيس مدير غرفة الأخبار في قناة العربية وأيضا مهند الخطيب اللي بيعمل الآن بسكاي نيوز أريبيا وأيضا عاملين آخرين حقيقة في مجال الصحافة الإقليمية يقولوا لنا هذه ميزة معهد الإعلام الأساسية أو من ميزاته الأساسية كثير من المؤسسات التعليمية في الوطن العربي وأيضا في الأردن تخرج طلاب بخبرة عملية محدودة وبالتالي الطالب عندما يتخرج يحتاج إلى أشهر وربما سنوات حقيقة من التدريب العملي حتى يستطيع أن يمارس عمل الصحفي باستقلالية معهد الإعلام الأردني يوائم ما بين هذان الأمران يوائم ما بين التدريب الأكاديمي والنظري وأيضا الخبرة العملية وبالتالي نحن الحقيقة نعتقد أن من الميزات الأساسية وفخورين بأن الصبغة التي يتحل بها برنامج ماجستير في معهد الإعلام الأردني صبغة عملية تطبيقية بحتة طلابنا يذهبوا إلى الميدان يغطوا الأحداث السياسية والاجتماعية الهامة في المسيرات التي تحدث أحيانا أيام الجمعة وربة الانتخابات والانتخابات الحقيقة كانت طلابنا موجودين في غرفة الأخبار التي غرفتهم الصفية حقيقة هي غرفة أخبار الغرفة الرئيسية وبالتالي غطوا الانتخابات من السابع صباحا يوم الانتخابات إلى اليوم التالي السابع الرابع صباحا وبالتالي يوم ونصف من العمل المستمر شاهدت تغطيات ميدانية من مختلف مناطق الأردن كان هناك تقارير على مستوى حقيقة متميز ومنافس لأيضا مؤسسات تعليمية راسخة وبالتالي الطبيعة والصبغ العملية لهذا البرنامج تجعل من الخريجين أولا قادرين على البدء بالعمل بشكل مباشر ثانيا يتم استقطابهم حقيقة من كبرى مؤسسات الصحفية والإعلامية على المستوى المحلي وأيضا على المستوى الإقليمي دكتور يعني بنحكي عن معهد الإعلام ومنحكي أنه الأسبوع القادم رح يكون يستقبل طلبات الطلاب الجدد للدفعة الخامسة ما شاء الله وإن شاء الله تستمروا في هاي المسيرة يعني دائما الناس بتسأل في هذا المعهد ودائما بإجراءات القبول والتسجيل كيف آلية التسجيل وكيف آلية القبول وما هي الشروط وما هي المعايير دكتور مومني كيف بتشوف معايير انتقاء الطلاب الهدف من إنشاء معهد الإعلام الأردني كما أشرت سابقا أن يكون مؤسسة تعليمية رائدة وبالتالي نحن لا نطبق معايير القبول المعتمدة بمؤسسات التعليم الأخرى سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والحقيقة المؤسسات والجامعات المرموقة عالميا اللي بسموها Ivy League Universities الجامعات المتميزة الحقيقة يكون لديها عملية قبول صعبة جدا وبالتالي من الصعب جدا أن يدخل الطالب لهذا المعهد ولكنه عندما يدخل يكون ذا نوعية متميزة وبالتالي عندما يتخرج يكون منافس بشكل قوي بسوق العمل نحن لدينا عملية قبول تستمر الحقيقة من شهر ثلاث إلى شهر ستة تحتوي على امتحان قبول كبير وصعب الحقيقة بعطيك إحصائية صغيرة في العام الماضي في الدفع الرابعة تقدم لمعهد الإعلام الأردني 120 طالب وطالبة من مختلف التخصصات بالمناسبة نحن لا نشترط أن يكون البكالوريوس صحافة وإعلام حتى يدخل برنامج الماجستير يمكن أن يكون من مختلف التخصصات وهناك رؤية خلف هذا الموضوع أن الصحفي بحاجة أن يكون بعرف سياسة وتاريخ وجغرافيا ويمكن التركيز هنا على الموهبة أكثر من البعد الأكاديم الموهبة والقدرة أن يكون إعلاميا في المستقبل الحقيقة الأولى على الدفعة الماضية كما تعلم كانت الحقيقة زميلتكم عنود الزعبية تخصصها صيدلة والآن أصبحت متخصصة في التقارير الصحفية الطبية وبالتالي نحن نقبل من مختلف التخصصات ولكن على المتقدم أن يخضع لي امتحان كبير وشامل وليس سهل ربما أقول وأضيف ولكن هذا الامتحان يشكل 60% من معدل قبوله في برنامج الماجستير 60% من القبول يعتمد على نجاح الطلبة في هذا الامتحان 20% لمقابلة شخصية و20% على معدله في علامة البكالوريوس يمكن أن نأكد هنا أنه لا واسطة ولا محسوبية ولا أي نوع من أنواع التدخل في القبول لأنه أنا لمستها شخصيا الحقيقة لا يجوز لأنه تعرف مصداقية العملية القبول وأيضا نوعية الطلبة المقبولين شيء أساسي وركن أساسي لجودة المخرج الذي نأمل بأن نستمر بتقديمه للفضاء الإعلامي وبالتالي الطالب عندما يتقدم الحقيقة يحصل على رقم وكل عملية القبول تتم من خلال هذا الرقم ولا يشار للإسم لا من قريب ولا من بعيد ومن هنا الحقيقة يعني استطعنا للآن في المعهد الحمد لله أن نقدم منح تعليمية لطلبتنا اللي يتم قبولهم في المعهد وهذه فرصة الحقيقة أشكر كل المؤسسات اللي بتدعم معهد الإعلام الأردني واللي نشكرهم من ثمن حقيقة تقديرهم وإيمانهم بالرسالة التي يسعى المعهد لتحقيقها وإيصالها والرؤية التي تقف خلفه لأن الحقيقة المشهد المحلي وأيضا المشهد الإقليمي بحاجة بحاجة لنوعية مختلفة مرموقة متمكنة ذات مسؤولية وذات جودة عالية من الصحفيين والإعلاميين دكتور يمكن فيه كثير من الناس ما بيعرفوا أنه المعهد مش بس بمنح درجة الماجستير للطلاب في تخصص الصحافة والإعلام الحديث لكن فيه دورات فيه ورشات فيه ندوات فيه دائما حراك لاستقبال المسؤولين والصحفيين العالميين والعرب يعني شو نحكي عن هذه الدورات وشو نحكي لكل الإعلاميين اللي بمؤسساتنا التعليمية الإعلامية حابين أنهم فعلا يدخلوا هذه الدورات ويتعرفوا عليها ونحكي عن موقع المعهد أكيد الحقيقة بالتوازي مع برنامج الماجستير هناك سلسلة مكثفة من الدورات التدريبية المختلفة التي يقوم المعهد بطرحها تطرح للإعلاميين بمختلف مستوياتهم المدربين الذين يقوموا بإعطاء هذه الدورات يكونوا إما من الأردن وإما من الإقليم هذه الدورات استطاعت للآن الحقيقة أن تمنح أو يشارك بها ألاف الحقيقة المشاركين من الصحفيين الدورات تحاول أن تركز على النوع وتحاول أن تطرح نوعية مختلفة من التدريب الصحفي الذي يحتاج سوق العمل على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والطلاب طبعا في المعهد لديهم أولوية باستمرار أن يشاركوا في هذه الدورات وبالتالي الحقيقة هذه الدورات تكون عادة مختلفة من حيث المدة الزمنية ولكن دائما نركز على الطبيعة العملية لها نركز على نوعيتها أن تكون دا نوعية مختلفة أيضا بالتشارك مع مؤسسات تدريبية أخرى مرموقة وعريقة موجودة الحقيقة في البلد أيضا هناك برنامج محاضرات مكثف نحاول أن نستقطب محاضرين على المستوى العالمي لكي يأتوا ويتحدثوا مع طلبتنا وأيضا مع شركائنا سواء كان المشاركين في دوراتنا التدريبية أو من غيرهم آخر شخص حقيقة زار المعهد وتحدث عن قضية مهمة وهي انتشار السلاح في العالم والسلاح النووي هو هانز بليكس هانز بليكس كما تعلم الذي كان الحقيقة معني في موضوع انتشار الأسلحة النووية والسلاح النووي في العراق وهو الذي قدم تقريره للأمم المتحدة عن عدم وجود أسلحة نووية نحن نحاول أن نستقطب هؤلاء المحاضرين لكي يستفيدوا منهم طلبتنا وأيضا يتعلموا كيف يتحاوروا مع شخصيات بهذا المستوى على المستوى العالمي الدكتور يعني التنوع هذا التنوع بين المرئي والمسموع والمقروع والتخصصات مختلفة ضمن منهج واحد هو صحافة وإعلام حديث نيو ميديا وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والميديا والإعلام في العالم موجود في هذا المعهد يعني شو نحكي عن هذا التنوع وأكيد في كثير من الطلاب اللي حابين يسجلوا يعني في منهم بحب يروح مقروع في منهم بحب النص أو المرئي في التقنيات والتلفزيون أديش بيوفر المعهد هذه الإمكانيات لأنه فعلا يكون المخرجات بمستوى يليق بسمعة هذا المعهد البنية التحتية في المعهد حقيقة بنيت بشكل دقيق جدا وبالتعاون مع كبرى المؤسسات الصحفية التعليمية العالمية جامعة كولومبيا جامعة في لندن وفي باريس جامعة أيوبي في بيروت أيضا الخبرات المحلية الوطنية نحن لا نريد أن نستورد برامج ونقوم بوضعها بدون أن نمحص بها ودون أن نتأكد أنها تستجيب لإحتياجات الإقليم وإحتياجات المشهد المحلي الصحفي وبالتالي البنية التحتية لدينا استوديوهات تلفزيونية وإذاعية الغرفة الصفية كما أشرت آنفا هي الحقيقة نيوزروم هي شكلها تماما كما غرف الأخبار الموجودة في المحطات العالمية وبالتالي هذه البنية التحتية تهيئ لطرابتنا درجة كبيرة من التخصص والتدريب العملي كما تعلم أخي عوني كثير من الجامعات العالمية تدرس الصحافة والإعلام وأيضا على المستوى الإقليمي والمحلي تدرس الصحافة والإعلام بشكل شامل تدرس الإعلان تدرس الـ PR العلاقات العامة تدرس communication وهي نظرية الاتصال نحن نتخصص الحقيقة في تدريس الصحافة والإعلام الحديث وبالتالي نحن أصلا برنامج متخصص جدا هذا أولا ثانيا نحن نقدم صبغة تدريبية بشكل كثيف تقريبا 60% حقيقة من منهجنا الدراسي وعملنا الذي نقوم به بالمعهد الحقيقة هو تدريب عملي أكيد يعني جهود دائما مباركة وجهود متميزة دكتور موامني لكن حكيت في مقدمة هذا اللقاء المعهد أسس وكانت رؤية سمو الأميرة ريم علي مؤسس هذا المعهد أنه خلق جيل إعلامي وعندما نحكي عن الإعلام هنا نحكي أن الإعلام أكيد له دور مهم ومؤثر ورئيسي في رسم تطور المجتمعات وخصوصا في الأردن وحتى رسم السياسة اللي حضرتك دكتور كنت تدرسنا إياها في هذا المعهد أديش مهم أنه نأسس لهذا الجيل وشو بتتوقع يكون جيل الإعلامي في المستقبل القرن الـ 21 الحقيقة يجب يعني أن يكون واضح بالنسبة لنا جميعا أنه أدوات تطور المجتمعات ونمائها وأدوات التحاور بين الدول وأيضا على مستوى تحاور أطياف المجتمع المختلفة ترتكز بشكل أساسي على الإعلام وعلى الأدوات الإعلامية والتخاطب والاتصال فيما بيننا وبالتالي وجود جسم صحفي وإعلامي يتحل بالمسؤولية والمهنية والحيادية الحقيقة أمر هام جدا لنماء المجتمعات وتطورها بقدر ما هو مهم أن نبني يعني الاقتصاد بقدر ما مهم أن نبني مؤسساتنا المختلفة بما في ذلك مؤسسات الأمنية مهم جدا أن ننتبه أن من أدوات تطور المجتمعات الأساسية التي يجب أن ننتبه لها أن يكون لدينا مؤسسات تعليمية قادرة على رفض المجتمع بنوعية مختلفة ومتميزة وعلى مستوى التحدي القرن الحادي والعشرين فيما يختص بالعمل الصحفي هذه من المهام النبيلة التي نحاول أن نقوم بجهدنا إن شاء الله ضمن جهود أخرى مبذولة في هذا الاتجاه كي نزود ونرفض مجتمعنا الأردني وأيضا الإقليم بمستوى مختلف من العمل الصحفي ومن الصحفيين ذا الجودة العالية لأن هؤلاء هم أدوات التطور الحديثة في المجتمعات وهم الأقدر حقيقة على تشخيص المشاكل وتشخيص التحديات أمام المجتمعات والأقدر حتى الحديث عن هذه المشاكل للعالم بأجمع شكرا لك دكتور محمد المومني بهذا اللقاء الأكيد متميز ونتمنى دائما أن هذه الفقرة نتنال إعجاب ورضى مشاهديننا شرفت استوديوهات التلفزيون الأردني جهودكم دائما مباركة وقصة نجاح دائما لمؤسسة أكاديمية وإعلامية منعتز فيها شكرا دكتور شكرا لك أخي عوني شكرا وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين رح نواصل فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع الزميلتين هنا ولانا لكن بعد الفاصل تابعونا